موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير وحياكم الله في موجز التاسع صباحا من قناة السعودية أكد عدد من الوزراء أن استضافة المملكة لقمة قادة مجموعة العشرين فرصة رائدة تعكس مكانة المملكة على الصعيد الدولي وجاءت القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة لتنسيق وتوحيد الجهود العالمية لمكافحة الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي وقال وزير تجارة الدكتور ماجد القصبي أن المملكة تركز في استضافتها لمجموعة العشرين على العمل مع الدول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي لاستعادة النمو والتعافي والتخفيف من تبعات جائحة كورونا للعودة إلى الحياة الطبيعية من جانبه أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع أن رئاسة المملكة واصطدافتها لقمة مجموعة العشرين جي تونتي في الرياض حدث تاريخي يفخر ويعتز به أبناء المملكة ويسجله التاريخ بمداد من ذهب عادا ذلك تجسيدا للدور الرائد الذي تتميز به المملكة وتأكيدا على المكانة المرموقة التي تبوأتها ولا تزال في شتى بناح الحياة على المستوى القري والدولي وإلى أخبار كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة مساء أمس عن تسجيل ثلاثمائة وخمس إصابات جديدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى ثلاثمائة وثلاث وخمسين ألفا ومائتين وخمس وخمسين فيما سجلت ثلاثمائة وسبع وخمسون حالة تعافي جديدة ليصل عدد المتعافين إلى ثلاثمائة واربعين ألفا وثلاثمائة وأربع حالات كما سجلت ست عشرة حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة آلاف وستمائة وسبع وخمسين حالة رحمهم الله جميعا صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت بفضل الله من القبض على ثلاثة مواطنين ومخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية تورطوا بالإدعاء أنهم منتسبون لما كاتب محامات وباستطاعتهم استرداد المبالغ المتعثرة لدى شركات تداول فوركس حيث تحصلوا من ذلك أو من تلك العمليات الاحتيالية على أكثر من 17 مليون ريال وقيامهم بتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات تعود لكيانات تجارية يملكها مواطنون لحساب مستفيد من الجنسية السورية يقيم في الخارج وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الاتكافة لحالتهم إلى النيابة العامة وفي الأخبار العالمية واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية قائلا إن منافسه جون بايدون تفاز من خلال الإعلام فقط وعبر انتخابات مزورة لم يسمح فيها بعمل المراقبين وشار ترامب عبر حسابه بتويتر إلى وجود الكثير من الأدلة التي توثق حدوث تزوير واسع خلال الانتخابات بالبريد في ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا مشددا على أن الأيام القادمة ستكشف عن هوية الفائز الحقيقي بالإدارة الأمريكية في ختام الموجة شكرا على طيب المتابعة وبإمكانكم متابعة أخبار قناة السعودية عبر حسابات التواصل الاجتماعي الظاهر على الشاشة في أمان الله اشتركوا في القناة